وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مراحل تطبير نظام التعليم الأساسي كنهد استراتيجي للدولة لبناء الإنسان مع زيادة الاهتمام بتحسين أليات تنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العمليات التعليمية في الحصول على شهادة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم كما وجه الرئيس السيسي في ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم مع ترتيز على اكتشاف ورعاية الموهبين والناغبين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته لتقدم كذلك وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي لعملية التعليمية مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طالعة الجيل المستقبلي لمدير المدارس من شباب المعلمين الاجتماع شهد أيضا عرض الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم فضلا عن اكتشاف الموهبين في جميع المجالات